أكد صندوق النقد الدولي نمو الناسج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين في عام 2023 إلى 3.6% مقارنة بما كان عليه في عام 2022 والذي وصل إلى 2.7% فيما أظهرت دراسة سابقة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% ليضاف ذلك إلى توقعات حول تحسن القطاع النفطي خلال النصف الأول من العام الحالي في ظل ما تحققه حكومة مملكة البحرين من نماء وتقدم على كافة الأصعدة برز النمو الاقتصادي المستمر كمؤشر على وضوح الرؤية ونجاح الخطط والبرامج الطامحة إلى تعزيز القطاع الاقتصادي في المملكة حيث أكد صندوق النقد الدولي على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2023 إلى 3.6% مقارنة بما كان عليه في عام 2022 والذي وصل إلى 2.7% وهي نسبة تشرح السياق العام لنهج الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الارتقاء بكافة مؤشرات النماء والازدهار التي تعيشها مملكة البحرين وفي السياق نفسه كان الصندوق قد أظهر في دراسة سابقة أجراها تسجيل مؤشرات الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة في البحرين خلال الربع الثالث من عام 2023 نموا بنسبة 2.5% على أساس سنوي مدعوما بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% ليتبع ذلك بتوقعات حول تحسن القطاع النفطي وزيادة تألقه خلال الربعين الأول والثاني من عام 2024 على الصعيدين الخليجي والعربي القطاعات غير النفطية في البحرين لعبت دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة لتبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.6% خلال العام الماضي ولعل من أبرز القطاعات غير النفطية المساهمة في حيوية معادلة الناتج المحلي الإجمالي هو قطاع المواصلات والاتصالات وقطاع الفنادق والمطاعم والقطاع العقاري والمشروعات المالية علاوة على قطاع التجارة الذي سجل نموا يفوق حاجز الخمسة بالمئة على أساس سنوي جميع هذه الأرقام تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني والشراكة البناءة بين مختلف مكونات الاقتصاد المحلي وتفاعلها الإيجابي لتحقيق واقع اقتصادي متقدم يرقى لتطلعات الحكومة الموقرة في توفير بيئة اقتصادية ثرية وخصبة تتنامى فيها مؤشرات التقدم وفق رؤا حكيمة ومتابعة دقيقة لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا وتقدما ترجمة نانسي قنقر